موسيقى اخ انا وعائلتي موسيقى كيف اجواب اليوم؟ بوجودك منتاز يعني مش منرفز من الشغل؟ لا والحمد لله ومن البيت؟ من البيت حتى اشعار اخر يعني انت اكستر اليوم دخلك؟ كل هالاسئلة ما في وراها شي طلب شامي شامي مريح الطلب حبيبي ولو بيام انت زكي بتشيلها عالطاير اتفضل يا ولي العهد يا وارس السندات والكمبيلات اطلوب وتمنى وانا تحت امرك بتذكر من يومين شو اخدت قرار؟ من يومين شو اخدت قرار؟ مبدئيا لا ذكرني قررت تبيع التليفزيون مش هيك؟ اه وبعت وخلصت كمان وسبب بيعه؟ سبب بيعه يا عزيزي هادي حتى افسح لكم المجال لتدرسوا من عشيه على اساس انتوا بالنهار بتلعبوا والمسا بتعملوا فروض العطلي مش هيك اتفقنا؟ سابقا شو سابقا يعني؟ يعني هذا اتفاق قديم قديم شو انت وكل الاتفاقات القديم معك عم تسقط منها لحالها؟ طيب شو الاتفاق جديد هلا؟ قبل كنا نلعب بالنهار وندرس بالليل هلا صار بدنا ندرس بالنهار ونتفرش على التليفزيون بالليل ايه كلفنا خاطرك الاتفاق فارد سلفا لانه ما في تليفزيون بعناية احسن ما هو لانك بعته خيرنا الاتفاق يعني شو بتقصود؟ الدنيا بتتطور ما هيك؟ طبعا بتتطور التليفزيون القديم اللي بعته كان اسود وابيض ايه عظيم كفة صار لاجم جيب تليفزيون ملون وقديش صار لك حبيبي عم بتفكر بها الشغلة؟ من وقت اللي بعت التليفزيون ايه كتر خير الله وكتر خيرك شايف الشغلة اللي بتهمك يا استاذ هادي قديش بتاخد من وقتك تفكير وجهد؟ ايه بدي اياك يا بابا اتفكر بالاشية التانية بنفس الاهمية والكمية من الوقت كمان يعني مراحتش التليفزيون ملون؟ هلا هالموعزة البعض نعبقولة هادي نتجتها؟ اختصر يا بابا اختصر العصر عصر الاختصار تليفزيون او لا؟ وتمشيا مع مبدأ الاختصار لا مش اسود وابيض ملون لا واللأ بالالوان كمان طيب ميرسي ميرسي الحق علي كمان هالمرة لا حبيبي الحق مش عليك والله الحق مش عليك اخ يا بابا اخ الحق على الجيبي اه فالله يلعن هالأيام وليش ما بدك تجيب تليفزيون ملون؟ شو هاتك قاعدة ومبحبحة ومرحرحة وعم تتسمعي على الحديث كمان وما فضلت تتدخلي الا بالوقت المناسب اما تكوني انتي دزيتهم للولاد هادي روح حياتي روح حبيبي على قوتك اي روح تقبرني روح روح حبيبي قلبي امك تستعد للإقلاع يالله حتى نربط الأحزمة ونمتني عن التدخين وتفضني مدام انا جهز شرفي يعني انت مرات عليك شغلات غريبة عجيبة انا انا ولا انتي؟ لا حضرتك بعت التليفزيون القديم قلت عظيم فكر اخيرا يجيب لنا تليفزيون ملون من بعد ما كل الاصحاب والمعارف جيبوا يا ستي اللي بده يجيب يجيب صحتين على قلبه وصحتين على جيبته انا شخصيا ما في عندي امكانيات ليش قدي حق التليفزيون يا تخمين مش سيمع بالاسعار المخفضة ياللي عم بقدموها بعض التجار يا مادام يا تستميلي يا حياتي يا نور عيوني مش قصة اوكازيون او غير اوكازيون جايبتي بهالظروف الراهني ما راضي تعترف اطلاقا بالمصاريف الخارجي عن نطاق امكانياتها حاجة نقوت عن كل يلي اشتروا تليفزيونات ملونة مش احسن منك ومع هيدو كلو دبرو حالو هلق لشو كترة الشريعة لو معي كنت بجيب لحالي بالاضافة الى انه اتفقنا سوا انه نبيع التليفزيون القديم حتى نساعد الولاد عالدرس مش حتى نحضر حالنا لاخناقات جديدة انا وياكي انا لو عارفي انك مش رح تجيب تليفزيون ملون ما كنت خليتك تبيع القديم بعدين انت زيدة علينا شواي بخلك شو ما شاء الله الظاهر عندك استعداد رهيب اليوم حتى تخلقي لي مشاكل مش مشاكل ولا شي انا من زمان بدي احكي وبقول يا بنت طولة باليك بس لقامت طولة البال ماني عارفة يا عمي بحيات الله مين اللي اديزك علي قبل هالضوم احكيتي مع اختك او مع امك شين باريح اول يوم الصبح ما تبليش تقلي امك واختيك هايدي حجة صارت بايخة قد ما كررتها تقبرني طيب شو لك كان عدا مما بدا عدا يا استيز انك هالسنة ما فكرت ابدا بعيلتك لك بالعادة تطيلعن جمعتين ثلاثة عالجبل تاخدن بجمعة مرتين ثلاثة عالبحر السنة ابدا مطنش وقاعد امر الله بالماضي كنت تقول حرب ومشاكل وهلق مش وقت شم هوى بس هلق شو فيه ايه زودت بحياتك بحياتك زودت كتير عن جد هالمرة خلصت ايه؟ ايه خلصت يعطيك العافي الله اقويكي على هالسنة اللي بترغل مثل الحسون المنرفيز كل اللي قلتهم يا مدام ما معك حق فيهم لسبب بسيط انه لو في عندي امكانية كنت تصرفت لحالي مناطر موعزة مديرة المدرسة الداخلية اللي هي حضرتك وليش ما في امكانية ما شغلك الحمد الله هو وزيته ما تغير صحيح شغلي ما تغير ودخلي كمان ما تغير معك حق بس اللي تغير يا مدام في النهاية هي الدنيا الميت ليرة مثلا اللي كانت تقعد يومين ثلاثة حتى تنصرف صارت هلق الشلالوب بتتبخر وبنصيعة وميزان الغلا والحمد لله طالعت له على الصحو ايه شو بدي اعملك في النهاية؟ ما بعرف ما بعرف لما فكرت حضرتك تتجواز كنت فكر انه يلي بدي ياخد بنات الناس لازم يقدر يتحمل هالمسئولية هو 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 ما تعملي القصة مقساة يونانية متل ايام فيرجيل و اومير خلصينا بقى يا ستي متلنا متل غيرنا بعدين ليش حضرتك بتتطلعي باللي معهن فلوس اكتر منا وبتنحسدي منهم ليش مثلا ما بتتطلعي باللي معهن فلوس اقل منا وبتتعلميلي منهم كيف مدبرين حالهم انا ما مستعدي احرم حالي ولادي كرمين نظريات ما قيلها معنى كيف ما قيلها معنى؟ لك اسمعي روقي شوي واسمعي اللي بدي احكي معك عن رواقع مني معروف انزلي على الارض حاضر فاطر في واحد كاتب اسمه روجيني كولا كان يقول لما كنت صغير كنت ابكي وانقهير لاني ما كنتش قادر اشتري صبات لما كبرت صرت شوف ناس ما عندهم اجرين حتى يمشوا عليها من يومتها رضيت بالواقع صرت متفائل وصرت ارضى بكل شيء صحيح ما معي كتير بس الاهم من هذا وكله اني ما فقدتش لكتير فشو رأيك يا مدام؟ تفضلي شو بكي؟ ما عم بتردي ليش سيكتي؟ ما بعرف يمكن تسرعت شوي ما بعرف بسيطة بسيطة رؤي رؤي مش مهم مش مهم المهم في النهاية تقتنعي انه ما في باي بيحب يحرم ولاده ومرته من منعامات ومطيبات الدنيا ما بيحب يعطيهم الفوق والتحته حتى يكونوا مبسوطين اف اف بس شو بدنا نعمل اذا حزنا من الدنيا انه نركض واللقمة تركض قدامنا وتسبقنا باستمرار معلاش يا حبيبتي معلاش العمر قدامنا لاحقين نروع عالجبال ولاحقين نروع عالبحر ولاحقين نشم الهواء ونجيب تليفزيون ملون كمان وفيديو كاسات بس الله يخليلي اياكي طوليلي بالك شوية قوم اعمليلي فنجان قهوي من هالديات الحلوين حتى نرويق اعصابنا سوا قبل هالضوم فنجان قهوي خبط لزق؟ ولا شو هالبعزقة؟ خدلك شفة ما بيقديك؟ ما هلق بعدك عم تحكي عن توفير؟ ايه يلا حطي عالمسان زيت لقلك حطي وقت اللي بدك بتلاقي حل ووقت اللي ما بدك بتصيري متلك متل كل النسوان بيصيروا متل بعض موظفين الدولة همهم يلاقوا مشكلة لكل حل وهالبرنامج اللي سمعتو بقدموا البابا والماما واختي ومحسوبكن انا والاخراج لعمر زيت موسيقى 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 اشتركوا في القناة